وكأن جلال طالباني يودع منصب رئاسة جمهورية العراق فالبلاد تعيش أزمة سياسية وأمنية عاصفة وطالباني يعاني من أزمة صحية منذ مدة ليست بالقصيرة لم يستقر الأمر على من سيخلف الطالبان على رأس العراق لكن الكرد ضمن أن رئاسة البلاد ستكون لهم وحدهم نحن حسمنا الأمر بأن هذا المنصب السيادي هو للكرد وفي اجتماع لقيادات الأحزاب الرئيسية في كونسان العراق ترح بأن الاتحاد الوطن الكونساني يحصل على هذا المنصب إن شاء الله خلال يومين أو ثلاثة سوف يحسن داخل الاتحاد الوطن الكونساني بأنه أستاذ برهم أو من هم اللي يفوزون في هذه الانتخابات داخل مكتب السياسي أو قيادة الاتحاد الوطن الكونساني لا يطرح موضوع رئاسة إشكال كبيرة عند السياسيين الكرد رغم اختلافتهم الفكرية والإيديولوجية فالأزمة تكمن برأيهم في رئاسة الوزراء التي يتشبث بها نور المالكي العقدة تكمن في رئاسة الوزراء إذا حلت هذه العقدة بها بقية العقد صحيح هناك ليس هناك اتفاق نهائي على الرئيس الجمهورية على بقية الأمور لكن إذا انحلت هذه العقدة بقية العقد تكون أسهل ما يحدث في دوالب السياسة في بغداد لو تداعية هنا في إقليم كردستان لكن السياسيين الكرد أثبتوا خلال السنوات العشر الماضية أنهم أقدروا من غيرهم من العراقيين على تجاوز الخلافات ولعل مسألة انتخاب رئيس الجمهورية أحدى الصور الدالة على ذلك عبد الرحمن الفارسيسكا نوز عربية سليمانيا